بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع كتاب جديد من الكتب التي نبينها ونوضحها والحمد لله رب العالمين جميع هذه الكتب من الكتب التي قرأتها كاملة فلا أتكلم إلا عن حاضر يعني لا أخذ رأي غيري في هذا وأعطي انطباعي الشخص عن هذا الكتاب كتابه اليوم هو العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة من تأليف الدكتور عبدالوهاب المسيري الكتاب له طبعتان في دار الشروق سنة 2002 في جزئين الجزء الأول يتناول الجانب النظري أما الجزء الثاني فيتناول الجانب التطبيقي والحقيقة هناك تداخل يعني بين الجانبين أحيانا يكون هناك تداخل الكتاب يلخص قضية مهمة شاغلة لأذهان كثير من الناس ألا وهو العلمانية ما هي العلمانية على حد تعبيره هو يفتح العين العلمانية ما هي صدم المسلمون جميعا حينما أعلنت العلمانية في مركز خلافتهم واستبدلت الشريعة والخلافة بالعلمانية ففهم كثير من الناس أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة وهذا خطأ شائع سبق أن نوهنا إليه ونبهنا عليه ففصل الدين عن الدولة آثر من آثار العلمانية وليس هو العلمانية فبعض الناس يقول علمانية وبعضهم يقول علمانية وعلمانية خلاف بين الأساتذة وبين المشايخ وهكذا لذلك مرة نقوله هكذا ومرة نقوله هكذا ليس على سبيل تجزئة المنهج وكل له وجهة نظر وإن كان كفة العلمانية بففة العين في مصر راجحة يعني أكثر ناس يقول علمانية أما في الشام وممن يتبنى هذا الرأي بشدة شيخنا الشيخ البوطي رحمه الله يقول علمانية وليس علمانية على كل حال المسألة يسيرة الدكتور المسيري درس في بلاد العلمانية وفي أمريكا بالذات وأخذ الدكتوراه وهو راصد ثم هو ليس من طائفة المشايخ يعني ليس من الناس الذين تعلموا العلوم الدينية ولكنه كما رأيت هل تقيت في مرة أو مرتين ليس أكثر مرتين أظن مرتين يعني معتزم بتراثه بتاريخه ربما بدينه إلى حد ما وقد سألت شيخنا وقد كان صديقا له شيخنا الشيخ على الجمعة يعني كم بينهم علاقات واللقاءات يعني فقال لي هو يعني وصل بالبحث وصل إلى هذا الذي وصل إليه بالبحث يعني ليس قد تلقى عن مشايخ ليس يعني من طائفة العلماء فالرجل راصد وقد رصد رصدا جيدا دقيقا للعلمانية يمكن أن نقول يعني كاد يصل إلى نتيجة أو وصل إليها أنها النسبية المطلقة مع رصد لهذا ومع برهن على هذا الأمر كذلك تحدث عن الحرب العالمية الثانية بالذات التي لها أثر كبير جدا في ترسيخ المفاهيم العلمانية في بلاد المسلمين خاصة أن الأمم المتحاربة كلها ممن يرفع شعار العلمانية ولكن يختلف التطبيق فعلمانية ستالين تختلف عن علمانية هتلر وتختلف هذه عن أمريكا وعن بريطانيا وعن فرنسا لكن الخط العام الناظم لهؤلاء الناس جميعا هو العلمانية العلمانية التي تجعل الأمور جميعا نسبية تجعل لكل شيء ثمن كل شيء له ثمن لا يوجد شيء بالمجان فلا تقدم شيئا إلا مقابل الثمن العلمانية التي تركز على الكم وتقدمه على الكيف العلمانية هي الأنظمة الحاكمة لبلاد المسلمين جميعا إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر هذه الثورة الخضراء التي نراها بما فيها من تلاعب بالطعام والشراب الذي يأكله الإنسان كله من آثار العلمانية شركات الدواء هذه التي تسعى للربح بالدرجة الأولى وليس إلى إزالة الأمراض فلو سعت إلى إزالة المرض ما الذي يحصل تقل أرباحها وهي لا تريد ذلك تريد الاستمرار فتعطيك علاجا يخفف الأعراض ولا يلغي المرض هناك عرض وهناك مرض كل ذلك نابع عن العلمانية ركز الأضواء على الجانب الهتلري والعلمانية التي طبقت بحذافيرها في ألمانيا حيث كان لكل شيء ثمن وكان الإنسان يقتل لأنه غير مجد مريض معوق آلام يعني قضية احترام الإنسانية أمر نسبه هذا لا وجود له فمصلحة الناس الذين يعيشون أولى من هؤلاء المعوقين والمرضى حتى يعني شاع باللفظ وكرره مراراً يعني آكلون بلا نفع هناك أفواه فقط تأكل إذن هؤلاء خسارة فلماذا نسمع لهم بالبقاء كبار السن العجزة في مشافي دور العجزة المعوق كله يجب القضاء عليه من أجل ماذا أن نعيش في رفاهية كذلك وإن كان الدكتور مسيري يعني يقول هذا أمر لم يثبت لكن ذكر هل استفاد من أجساد أولئك الذين قام بالقضاء عليهم يعني هل أخذ منهم مثل الدهن ليستخدم في الصابون ونحوه كلام شاع لكن هل هذا ثابت أو لا الله تعالى أعلم بحقيقته فإذن الدكتور المسيري رحمه الله لخص في كتابي هذا العلمانية لكن يوخذ على الكتاب أمر وأنا تفهمه جيداً وربما نفعله أحياناً نحن خاصة طائفة الأساتذة الشامعيين نفعله أحياناً قصداً وهو ماذا يعني نذكر المرجع دون جزء وصفحة يعني لا نلتزم القواعد التي أخذناها في المنهجية لماذا هناك طائفة من الطلاب ولاسيما في مصر وهذه كثيرة في كل مكان لكن في مصر بشكل خاص يعني يأتي من أجل أن يتأهل يأخذ دكتوراه وماجستير فالمراجع تكون جاهزة الجزء والصفحة يكون جاهزة خاصة في الزمان الماضي يعني الحاسب أيام ما كتب هذا يعني كان في بداياته لم يكن متطوراً والمعلومات يعني هي لابد من بحث حقيقي حتى تصل إليها فكان يذكر اسم الكتاب واسم المؤلف دون جزء دون طبعة دون كذا دون هكذا وأحياناً يكون مندمجاً في هذا حتى يعسر الوصول إلى ذلك الكتاب الذي رجع إليه وهذا ربما يطعم في المصداقية أحياناً وربما يكون قصده بهذا أن يرجع إلى كتابه هو دون يعني حذف المرجع الوسيط كما يفعل كثير من الطلاب يقولون راجع كتاب كذا وكذا فيحذف المصدر من أين أتى بها هذا يعني ما أخذ على الكتاب الكتاب من حيث الجملة كتاب جيد ونافع ويلخص العلمانية سواء علمانية جزئية أو علمانية شاملة العلمانية الجزئية ما فهم محددة تطبق أما العلمانية الشاملة تلك التي طبقها هتلر مثلاً يعني علمانية شاملة عبارة عن حتى وصل إليها أو لم يصل إليها يعني قد يكون هدفه الأعلى هو الوصول إليها الذي هو النسبية المطلقة الحقيقة الكتاب نصحني به شيخنا العلامة الشيخ على جمعة حفظه الله وقال لي سألت يعني ما أفضل كتاب يلخص العلمانية فنصحني بهذا كتاب فقرأته بعد نصيحته فاستفدت كثيراً الحقيقة من أفضل ما كتب في هذا الشأن نسأل الله تعالى له الرحمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم